اشتركوا في القناة وصلت لحد تلويح بالحرب في حوارين للرئيس الجزائري عبد المجيدة تابونة لصحف ومجلات فرنسية وهكذا وفق المغرب على دعوة الجزائر لتقديم المساعدة حيث اكدت قناة الجزائر الدولية ان الجزائر توصلت بموافقة السلطات المغربية بدخول المساعدات التي اقترحتها لمواجهة مخلفات زيزال الحوزة واكد المصدر الجزائري ان وزير العدل المغربية عبدالطيف وهبي اكد لسلطات الجزائرية قبول المملكة المغربية بدخول الفرق الجزائرية وهو ما دفع السلطات العليا في الجزائر بتجهيز ثلاث طائرات اتنتان منها خاصتان بالادوية والافرشة والخيم والمواد الغذائية اما الطائرة الثالثة ستنقل عناصر الحماية المدنية المرفقة بكافة التجهيزات والوسائل الخاصة للتعامل مع هذا النوع من الكوارثات نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء